هبدأ مع حضراتكم زي ما احنا متعودين دايما نشوف اغلبة الصحف العالمية اتكلمت وقالت ايه بعد ما اللقاءات اتلعبت في الدوري الانجليزي وبعد تصدر الليفر فول وايضا في ايطاليا وفي اسبانيا ايضا احتفرات كريسماس والدوري بيكون متوقف لكن هنشوف ونبدأ معكم بانجلترا ونشوف ابرز العنوين هنروح لميرور الانجليزية ونتابع بداية من الميرور الضغط على المدرب الالماني يوجين كلاب وبيب يحذر كلاب من ضغط التواجد على القمة وحيث صعوبة القيادة في المقدمة شكرا للنصيحة يا عم بيب واضافة الصحيفة حرب العقول تبدأ الان في المنافسة على لقب التريمير لي وتابعت اتهام يناي امري بعد حادثة ركل الزجاجة هنعرف ايه هي ركل الزجاجة في الصحف التالية ديلي ستاري الانجليزية الضغط عليك الان الامور صعبة في المقدمة جوارديولا ليورجين كلاب واضافة الصحيفة الزجاجة تدين يناي امري ديلي ميلا الانجليزية امري في قفص الاتهام مدرب اوستنال تمت ادانته بسبب ركل زجاجة المياه تجاه مشجع برايتم تلاتي طبعا عرفنا وشوفنا ايه هي موضوع الزجاجة مع يناي امري واضافة الصحيفة فليبي الطائر يسجل مرتين لوستهام امام ساوثامتون التايمز الانجليزية منشستا سيتي لن ينفق الاموال في يناير المقبل اشك جدا نروح دا سان السيتي في زوية المشاغبين الفريق تدرب على بقالات الحرة وثنائية فليبي الرائعة ويتم الافراج عن محمد صلاح بشورة التحايل بعد احتساب ركلة الجزاء الاخيرة في مباراة نيو كاسل نروح لاسبانيا ونتابع ما هو جديد في الصحفة الاسبانية مركة المدرينية اتفاق وشيك ريال مدريد يريد تخديم ابراهيم دياز الاسبوع المقبل ريال مدريد ومنشستر سيتي اقترب من انهاء الاتفاق مقابل 15 مليون يورو بجانب اضافات اخرى أس الاسبانية نيمار او امبافي تحت انظار ريال مدريد باريسان جورمان ما زال لديه مخالفة بتسعين مليون يورو لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ويجب بيع اي لعب منذ ديبورتيفو الاسبانية تصدر موريلو الصفحة الاولى للصحيفة بتصريح وهذا هو تحدي حياتي واضافة الصحيفة موريلو سيرتدي قميص باكو الكفار ويتمنى اقناع برشلونة خلال الستة اشهر المقبلة لحجز مكانا دائما في الفريق وتابعت يوفنتوس يسعى لضم توديبو الذي يراقبه برشلونة ويعرض 4 ملايين يورو وابدال لم يغلق الباب بعد والخبر الاهم في موندو ديبورتيفو ان سياق من فصل اشهر الصحيفة الى ان فيكيه سيعتزل في 2020 ليصبح رئيسا لبرشلونة في 2021 سبورت الكاتلونية موريلو ويمكن ان يأتي المزيد برشلونة لا يستبعد ابراهم تعاقدات اخرى في يناير وذلك يعتمد على اللاعبين المحتمل رحيلهم الكولومبي موريلو كان سعيدا جدا خلال تقديمه وقال الله فتح لي الباب الاكبر وصلت الصحيفة الضوء على تصريح ميسي نشئوا برشلونة يرون تعقيدا للوصول الى الفريق الاول تصريح مهم جدا 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 من نجم واحد طالع من لمسير سوبر دي بورتيال اسبانية هدف فالينسيا صفختين واضافت فالينسيا يسعى لابراهم صفقتين في الهجوم الدفاع واشارت الصحيفة الى انها هوسكا وليجانيس طلبت تعاقد مع تاني لاتو لكن ادارة فالينسيا رفضت العرضين وكيفين جاميرو لا يفكر في الرحيل ويسعى لتحقيق الانجازات مع الخفافيش نروح لها الصحف الايطالية لجازتة دولو سبورت وهنتكلم على العنصرية اللي شفناها من جمهور انتر ميلا تجاه لعب السنغالي كوليبالي في مبارات انتر ونفري كرة القدم من العنف والعنصرية التحقيق في وفاة احد مشجيع انتر ميلا بعد المعركة اصوات القروض ضد كوليبالي والاتحادي عاكب انتر ميلا بلعب مبارتين بدون جمعية انتر ميلا اتخذ موقفا ضد العنصريين تاريخنا هو واحد ومثال التضامن والتكامل ميلا في مفترق طرق ضد سبال وهجويين رمز للانتقال المخيب للطموحات كوريري ديلي سبورت الايطالية بتقول طبعا بتركز على العنصرية وكتبت دعونا ننقذ انفسنا وفاة مشجع والالتزام بعدم التوقف واتخاذ اجراء كمين في ميلا قبل مبارات انتر ونفري ومشجع انتر يخسر حياته واضافة الصحيفة بعد الهتفات العنصرية ضد كوليبالي انتر ميلا سيلعب مبارتين خلف الابواب المغلقة تويتو سبورت بتقول نحن جميعا مع كوليبالي رونالدو وعالم كرة وقدم يقف على الخط بجوار لاعب نافولي بعد الهتفات القروض ضده في ملعب سان سيرو واضافة في بيان لانتر ميلا ينتقد عنصرية جماهيرو والانتر هيلعب مبارتين بين فينتو ساسولو خلف الابواب المغلقة واضافة الصحيفة يوفنتس نعم لرامسي اللاعب الويلزي يصل في يونيو المقبل خطوات للامام من اجل المواهب دوتيبو وترينكاو وهي جوايين قد يخول اخر مباراة له في سان سيرو دي سبال واخيرا الصحف الفرنسية واخر صحيفة موجودة معنا وبروفونس الفرنسية بتتكلم على رسالة تحفزية للعبي اوليمتك مارسيليا قائلة في عشرين تسعتاشر يجب ان تكونوا اكثر قوة في ملعبكم ديليدروم طيب خلصنا مع حضراتكم اهم الصحف العالمية والاخبار ويعني رأيي الشخصي هو عنوان العنصرية او الكلام عن العنصرية عايز اقول لحضراتكم يعني قصة خاصة بالمباراة وايه اللي حصل في مباراة انتر ونابولي الاخيرة مباراة انتر ونابولي كانت في بطولة الدوري لكن شهدت للأسف حادثة صعبة جدا بالنسبة لجمهور نادي نابولي في البداية طبعا اخبار انتشرت ان احد جمهور نادي انتر ميلام تعرض لحادثة حادثة طبيعية جدا لكن اللي وصل لجمهور انتر ان جمهور نابولي هما اللي تعرضوا لحادث لأحد الجمهور او احد جماهير نادي انتر بداية من المباراة لحد النهاية هي تفاتع انصرية من جمهور انتر ضد نابولي فريق كرت وقدم وضد مدينة نابولي وضد كل بات في الوقت اللي لويح على الاتحاد الإيطالي ما تنص على في أي وقت من أوقات المباراة إذا تم الهتاف بهتافات عنصرية يجب من حكم المباراة إقاف المباراة واتخاذ الإجراء اللازم وده اللي جمهور نابولي أو آسف لعيبة نابولي اتكلمت عليه مع الحكم أثناء المباراة بعد ما سمعوا الهتافات العنصرية اللي كانت غريبة جدا طيب اللي حصل بعد كده إن كان تدخل من كوليبالي تجاه لعبي نادي إنتر واللي أدى إلى انظار من حكم المباراة لكوليبالي كوليبالي استفز جدا وقال للحكم سقف له طبعا يعني كان الموضوع غريب على كوليبالي إن هو بيدي اللعب انظار وساب الجمهور بيتكلم عليه والهتافات العنصرية الشغالة من أول المباراة لحد آخر المباراة حقا أن الحكم مأخدش أي إجراء في الوقت ده الحكم إدى كوليبالي الإنظار التاني وكرت أحمر وطردوا من المباراة لكن وقاعة كانت غريبة جدا جدا للعالم كله كان واقف بجانب كوليبالي ونادي نابولي واللي قد أيضا إلى أحداث بعد المباراة لكن الإنتر مش قول مرة يعمل كده الإنتر في مباراة يوفنتس كان ضرب مشجعين وضرب سيدات أو فتيات اللي بتكون موجودة في ملعب المباراة لخدمة المشجعين وبالتالي الاتحاد الإيطالي وقع عقوبة أنا شاف أنها عقوبة خفيفة جدا هي مباراتين بدون جمهور لابد من نادي إنتر والاتحاد الإيطالي يتحدوا مع بعض علشان يوقفوا العنصريين اللي بيقودوا المشجعين داخل المدرجات واللي بيقودوا الجمهور إلى هتفات عنصرية إيطاليا بلد كبيرة جدا في كرة القدم وكبيرة بالتاريخ والحضارة فحاجات صغيرة زي دي ممكن تهدد الكرة الإيطالية بحوادث ووقاع ممكن هنشوفها لأول مرة في تاريخ كرة القدم